ازمة مضافة تنذر بكارثة ستكون اثقل من الحرب على كاهل المواطنين اليمنيين في بلد يواجه مخاطر المجاعة فعليا لا تزال سلطة الميليشيا تصر على دفع لوضاع الاقتصادية في البلد الى كارثة محققة النظام المالي في اليمن يواجه شبح التوقف التام وهما سيؤدي لخنق الامدادات التجارية بعد ان قطعت معظم البنوك خطوط الاعتمان التي تمول شحنات السلع الغذائية لليمن مصادر مصرفية وتجارية اكدت ان البنوك تعزف بشكل متزايد عن تقديم خطابات الاعتمان للشحنات المتجهة الى اليمن وانها اصبحت غير مستعدة لقبول المجازفة في ظل الاوضاع التي يمر بها البلد والقيود التي فرضتها سلطة الميليشيا على تحويلات الاموال وهما يجعل العوائق تتزايد الان امام جلب السلع مصدر مصرفي اوروبي قال ان بعض البنوك قررت الانسحاب بالكامل من تقديم خطوط الاعتمان لتجارة الغذاء الى اليمن فيما اشار مصدر محلي ان البنوك المحلية توقفت عن فتح خطابات اعتماد لان البنوك الخارجية توقفت عن التعامل معهم تقرير سابق صعد عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي كان قد اشار الى ان تدهور قيمة العملة الوطنية ونذرة النقد الاجنبي يجعلان من الصعب تمويل الواردات تدهور الوضع سريعا الشهر الماضي بعدما اوقف البنك المركزي دعم شراء السكر والارز من الاسواق العالمية مع استمرار فرض القيود على التحويلات المالية للخارج في بلد تقول التقارير الاممية ان اكثر من 21 مليون من سكانه البالغ عددهم 26 مليون في حاجة لمساعدات انسانية واكثر من نصف السكان يعانون من سوء التغذية فان اي زيادة مهما كانت طفيفة قد تشكل اضافة خطيرة الى ازمة تكبر كل يوم